الرقم الثلاغ يمكنك ترقوا رسالة السبب خير إن شاء الله وين اختفت شهراء يا رلاحص ولا خبر وين يا ترى يا رين لازم تجهزي حالك يا دوب نقدر نلحق يا بنتي شو هدول امي؟ والله هدول اه انا رح فهمك شو القصة مو اليوم آخر يوم بالمهلة يلي عطانا ياها جدك؟ ها؟ ومو انتي رح تبلش بحيات جديدة بعد حياتك يلي انتهت مشان هيك اشتريتلك هالتياب اللي اجداد متل ما بتعرفي بتعرف يخضعونا بالتياب يلي عليهم بس في ناس بينفتحوا بنظرات عيونهم إن شاء الله الجماعة يلي جايين اليوم ما ينتبهوا إنه فيه شيطان جوات هالتياب ما فهميني شو قصدك؟ طيب رح فهمك يا بنتي يلي جايين اليوم المساء إن شاء الله ينخدوا بتيابك وجمالك وما يقدروا يعرفوا أبدا إنه عايز جواتك شيطان خطير ولا بتروح علينا تخيلي إذا عرفوا بعمالك الوسخة تجاه بنت عمك والعيلة مو بس بيمدياد والله إذا دورنا لك على عريس بكل تركيا ما رح نقدر نلاقيلك أمي لحظة شوي عن أي عريس عم تحكي جدي قال هذا الحكي وهو مع الصيب أنا ابنوت ومع بتزوج فهمت علي خدي يون معيك ما رح تتزوجي؟ أنت بتشعلي اللفتيل وبتفجري الدنيا بعدين بتجي على غرفتك وبتصرحي شعراتك مو هيك يا بنتي؟ ومو بس هيك بتقولي إنه أبوك وإمك يلي شعلوا اللفتيل لا هلأ ما عم بقدر استوعب الشي اللي ساواتي بس رب العالمين حاسبك فورا شفتي؟ انفجرت بيدك وإنتي عم تشعلي اللفتيل مو هيك يا خانم؟ أمي ما فيني أتزوج من الرجال ما بعرفه ليه تارا أنت بتقامني بالمعجزات شي؟ أه؟ المعجزة شي بيصير برات حدود الطبيعة أنا وأبوكي معرفنا نربيكي لهيك تمنينا إنه تتحقق المعجزة اللي تصيري مثل العالم والخلق بس مثل مو شايفين للأسف ما تحققت أمنيتنا والحل تصيري مثل العالم والخلق إنه ينكتب كتابك يعني أنت مجبورة تتزوجي هلأ تركي إيدي تركي إيدي فورا بتقيسي هلأ تيعب وما تخليني عصب المسرح تلبسيون أمي أنا بترجعك يا أمي ما رح أتزوج ما رح تقدر تبعدوني عن هذا البيت أنتوا رح تشوفوا يا ألشاد أوغلو كيف يعرين رح تتخلص من هالمصيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر